طيب احنا قلنا دلوقتي ان الجدول اللي قدامي دوت هو عبارة عن علاقة ما بين الـ X والـ Y احتمالاتهم مع بعضيهم زي الرسمة اللي انا رسمتها في الفيديو اللي فات تمام؟ رسمت كده قلت دوت X ودوت الـ Y وده الاحتمال الـ 2 مع بعضيهم تمام؟ F X and Y انا ايه القيم المحتمل للـ X عندي سالب 1 و 0 تمام؟ فاقولي هنا ده X بسالب 1 و X هنا ب 0 ايه القيم المحتمل للـ Y 1 و 2 و 3 يبقى هنا 1 و 2 و 3 فبعمل كده تمام؟ وبعمل كده يبقى دية النقط اللي عندي انا عندي كم نقطة هنا ظهرت 1 عندي كده 6 نقط آآ ظهروا آآ 1 2 3 4 5 6 كل نقطة من دولت ليها احتمال مع التاني طيب القانون بتاعي قلت ان مجموع كل دولت هيساوي 1 يبقى سجمة F of X Y هيساوي 1 بس في حاجة غلط خلي بالك ايه الحاجة الغلط؟ انا دلوقتي بجمع ايه؟ بجمع في اتجاه الـ X وبجمع في اتجاه الـ Y يبقى عندي اتنين سميشن واحدة X و واحدة Y يبقى دوت القانون اللي عندي طيب ندخل على حاجة بقى اسمها Marginal PDF ايه بقى موضوع المارجنال دوت؟ سؤال هو انا دلوقتي لما في الجدول اللي قدامي ده في الجدول اللي قدامي ده لما جيت ادرس دراست مين؟ دراست X و دراست Y تمام؟ يعني لو قلتلك لو قلتلك احتمال ان X تساوي سالب واحد هيساوي كام؟ احتمال ان X هتساوي سالب واحد هتطلع بكام؟ هتقول لي X تساوي بواحد لما الـ Y تكون بواحد ولا الـ Y تكون باتنين ولا الواي تكون بتلاتة كلامك مش محدد لو قلتلك عايز احتمال ان ال اكس بتساوي سالب واحد بس مارجنال يعني ايه مارجنال يعني هحمل الواي معلومة الواي مش مهمة عندي يبقى منطقة جدا ال اكس هتساوي سالب واحد الاحتمال هيساوي ده زائد ده زائد ده تمام لو قلتلك احتمال ان ال اكس تساوي زيرو والواي تساوي واحد يبقى دي بس لو قلتلك احتمال ان الواي تساوي اتنين هتقول لإحتمال للواية تتساوي اتنين لما الاكس بسالب واحد ولا بزيرو لو قلت لك عايز المارجنال يبقى الاتنين دولة مع بعضين تمام ايه بقى قانون المارجنال دوت أنا دلوقتي عايز أجيب مجموعة احتمالات الاكس هتساوي كم مجموعة احتمالات الاكس هتساوي واحد ازاي مش ده الاكس ده محور اكس اللي عندي فين اهو دوت ده محور اكس اللي عندي ده كده محور اكس محور اكس دوت ليه كان قيمة لما الواي بواحد ليه كمتين لما الواي باتنين ليه كمتين لما الواي بتلاتة ليه كمتين يبقى مجموع قيم الاكس كلها هتساوي ايه هتساوي الصف الاولاني زائد الصف التاني زائد الصف التالت جميل قوي يبقى كده بجمع تلات صفوف مع بعض طيب جبت منين رقم تلاتة دوت رقم تلاتة دوت على قد قيم الواي ازا الصميشن هنا هيساوي واي والمجموع بيساوح لما تجمع الصف الاولاني مع الصف التاني مع الصف التالت هيديك واحد طب هم تلت صفوف ليه? عشان الواي قميتها بتلاتة يبقى تحت الصميشن بحط كلمة الواي نفس الكلام هنا لقلت لك عايز اعمل الصميشن للف اوف واي لاحتمالات الواي الصميشن الواي اه الواي هنا كام عمود الواي هنا العمود الاولاني ده القيم بتاعتها والعمود التاني ديت العمود بتاعت الواي لما الواحد كان قيم القيم عند الواحد القيم عند الاتنين القيم عند التالت طيب هم كام عمود كده هم عمودين ليه عمودين علشان الاكس علشان الاكس ليها قيمتين يبقى هنا سجما اف اف واي هتساوي واحد بعدد الاكس تمام قوي طيب تعال نشوف مثال على الكلام ده دلوقتي انا عندي مسلا جدول زي جدول زي ده لحنا اخدناه من شوي زيرو واحد اكس قيمت قيمها زيرو واحد وي قيمها سالب واحد واحد. تمام طيب قالك دلوقتي ان انا لما الاتس جاد بزيرو والواي بسالب واحد الاحتمال كان على الاتناشر وهنا واحدة على الاتناشر وهنا تنين على الاتناشر. تمام? وهنا ستة على الاتناشر. طيب اول سؤال عندي عايز دلوقتي اجيب انا هستخدم القانون مجموعة احتمالات طبعا مجموعة احتمالات بعدد طبعا ايه? زي ما قلنا في المسال اللي فات. احتمالات هما كان صفة انا عندي صفة اولاني للواي للأكس وصفة تاني للأكس ليه هما صفين عشان الواي ليها كمتين. تمام? يبقى حيساوي تلاتة على اتناشر زائد ستة على اتناشر زائد واحد على اتناشر زائد اتنين على الاتناشر. المجموع بواحد. لما حب اعمل على اه بجمع كده. بجمع كده. تمام? بجمع الصف ده والصف ده. لو عايز اعمل على اه بجمع الصف ده زائد الصف ده. جميل انا. طيب ندخل بقى على حاجة الحاجات اللي درسناها قبل المتوم. خدنا تمام? طيب. قانون كان بتجاب ازاي? كان بيبقى عندي مسلا قيم كده. تمام? والاحتمالات بتاعت انا كل ده بدرس ايه? بدرس متغير. اه دلوقتي بدرس متغير واحد. الاكس مسلا كانت بواحد واتنين وتلاتة واربعة. وهنا احتمالك كان باتنين من عشرة. هنا تلاتة من عشرة. هنا واحد من عشرة. كده كم? كده ستة من عشرة يبقى دي احتمالها اربعة من عشرة. كان بتجاب ازاي? كان بتجاب دف ده زائد دف ده زائد دف ده زائد دف ده. تمام? يعني سجما اكس اف اكس. ما انا كل مرة بعمليه? بضرب الاكس في الف اف اكس. الواحد في احتمالة. الاتنين في احتمالة. اكس في اف اف اكس. كويس. طيب. مش انا ممكن اشيل الاكس دي وحط بدلها الواي. يعني ممكن القانون اعمله على الواي. سجما واي اف اوف واي. صح? تمام? طيب. الجدول بقى الجديد بتاعنا الجدول الجديد اللي كان اللي انا بستخدم فيه الواي والاكس مع بعض. يعني هنا كنت بستخدم الاكس وهنا بستخدم الواي. تمام? اقول دي مسلا واحد واتنين وتلاتة وديت مسلا سفر واحد. كويس? وهنا في قيم وهنا 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 طيب لو حبيت اجيب اكس واي. اجيبها ازاي دي بقى? لو حبيت اجيب اكس واي. ايه القانون اللي طبقه? ازا كان على الجدول اللي فوق عرفت اتعامل معها. طيب بالنسبة بقى للجدول اللي تحت اتعامل معاه اتعامل معاه ازاي? سهل قوي. هو اصلا القانون اللي عندي. ده ماشى هو هو قانون على الاكس. هو هو قانون على الواي. يبقى هو هو قانون على الاكس واي ازاي? يعني دي هفكها في احتمالهم احتمال احتمال اف 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 اكس واي. يعني انت بتضرب الاكس في الاحتمالهم. يعني بضرب هنا لو جبت على المربع ده. حضرب كيمة الاكس في كيمة الاي في احتمالهم. لو جيت على المربع ده كيمة الاكس في كيمة الاي في احتمالهم. المربع ده كذلك. كيمة الاكس في كيمة الاي في احتمالهم. يعني بعمل كده يبقى انا ايه? جبت قيمة الواي هنا وهنا قيمة الاكس ربطون في بعض في الاحتمال اللي هم موجود جوه المربع. تمام? لو عملت الكلام ده كله على الست مربعات وجمعتهم انا كده جبت الاحتمال على الستة. طيب على كده المسال اللي فات دوت عايز اجيب عايز اجيب اكس بكتيشن اي اكس واي. عايز اجيب ده. هعمل ايه? هقول هنا ده هيساوي ايه? تلاتة على اتناشر في سفر في سالب واحد. انا حضرب السفر في السالب واحد. في مين? في ده? حضرب ده في ده ده. وهنا حضرب واحد في سالب واحد في ستة على الاتناشر. وهنا حضرب سفر في واحد في واحد على الاتناشر. وهنا حضرب واحد في واحد في اتنين على الاتناشر. وكما كل ده? يبقى انا جده جبت مين? يبقى انا جده جبت تمام? طيب. خلي بالك بقى. في قانون جديد عندي الاي اوف اكس واي. ده انا جبته. وفي ايه العلاقة اللي تربط التلاتة ببعت. ايه العلاقة اللي حتربط لي التلاتة؟ عندي علاقة بتقول لي اي اي Sand queix. هي اي اف اكس مضروبة في اي اوف واي. تمام? اي اف اكس مضروبة في مين? مضروبة في اي اوف واي. ليه الكلام دوت? الكلام دوت لو هما لو هما tense معتمدين على بعض اساسا. قيمة الواي غير مرتبطة بالقيمة الاكس. الجادوة اللي فات دوت اللي احنا اشتغلنا عليه. لو جبت الواحدة وجبت الواحدة ودربتهم في بعض. لكنك بزبط جبت الواحدة يعني دي الطريقة ودي طريقة تانية.